مساء الخير ازايكو شباب الاخبار معاكم دكتور عمرو عبد الله النهاردة ان شاء الله هندي ملخص سريع لمادة الفيسيولوجي لطلب الطب الزئزي موديول الستركشور خلي بالك قبل ما تسمع الفيديو ده لو عايز تسمع شرحة بالتفصيل الاكشن بتنشيل شوفي الفيديو اللي قبله هتلاقيني كاتبه اللينك بتاعه في الديسكريبشن وفي اول كومنت عايزك تعمل لايكات كتير على الفيديو ده عشان تزود الانتشار بتاع الفيديو عشان يوصل لكل زمالكو والناس كلها تستفيد عمل عشان يوصل لك كل فيديوهات جديدة وكل حاجة هتنزل شرح تشوفها اول باول شرحنا في الفيديو اللي فات الاكشن بوتينشيل واعرفنا التعريف بتاعه هو في المذكرة انا بقراها معاك عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه والترك مور ايه الاكشن بوتينشيل خلي بالك قبل ما شرح الاكشن بوتينشيل انت مش متحدد عليه جير سؤالين الايونيك بيزيس بتاعه الاكشن بتايتشيل اللي هي الصفحة دي وسؤالي فخلي بالك السؤالين دول مضمونين واعكيد هينزول لك في الامتحين ده ما فيش غيرهم يبني فلازم تساكرهم كويس قالك قلنا ده يعني تغير مؤقت في عشان عملت وقلنا يعني مؤثر مناسب قلنا ده حكتين وقلنا كلمة السري في هي كلمة واحدة دخول دخول سوديوم لكن كلمة السري في حكتين قفلت سوديوم وتشان اللزت خروج البوتاسيوم زوت خروج البوتاسيوم قلنا في ثلاث مرحل Li قلنا لنتلاث مرحل Li اللي هي من سلب سين لسلب خمسة وستين الرابط من سلب خمسة وستين للزيرو اللي هي من الزيرو لموجه بخمسة وتلاتين يعني التوتال التوتال تسعين زائد خمسة وتلاتين مية خمسة الربد الريبولارزيشن بقى في رابد ريبولارزيشن وده بيحصل بسبب العادي الريبولارزيشن العادي لو بيحصل اقفل السوديومتشنز وزود خروج البوتاسيوم الافتر ديبولارزيشن ده ممكن ييجي سؤال لوحد ونظري اصلا الافتر ديبولارزيشن او اتكلم عن نيجاتيف افتر بوتينشن ومهم الاسم التاني لأي حاجة لان قسم الفيسيوليش بيحب الاسم التاني فقال لك بعد 70% من ريبولارزيشن انا بحب اسام المرحلة دي المرحلة البطيئة ليه؟ تركيز البوتاسيوم قل فاخروجه بقى بطيء فاخر الريبولارزيشن سطرين يا ولاده بيجو في المتحان والناس تسابهم حرام سؤال مضمون المرحلة التالتة برضو والاخيرة دي ممكن تيجي سؤال لوحدها الافتر هايبر بولارزيشن او البوزيتف افتر بوتينشيل ودي بتبقى زيادة 2 ميلي فولت فبتوصل لسالب 92 ودي بسبب اني اخرت قفل البوتاسيوم فخرج بوتاسيوم اكتر خرج بوتاسيوم اكتر وعمل لي ايه؟ ده الكيرف هو بتاع وخلي بالك مهم في العمل وقلنا اتكلمنا او ده خلي بالك تابع لو قالك كلمة ده الجدول ده تابعه قلنا فيه نوعين من القنوات فيه قلنا السوديوم تشانيل عندها بوابتين بوابه برا وبوابه جوه البوابه اللي برا بتكون هي النشط او بتكون سريع لكن البوابه الجوه بتكون بطيئة وهي الان اكتف الغير نشطة حتى قلنا انر ان اكتف البوتاسيوم تشانيلز ما عندها شر بوابه واحدة وهي بتكون دايما انسايد جوه وبطيئة طب اثناء الروحة السوديوم تشانيلز البوابه الخارجية الاكتف بتكون مقفولة والبوابه الخائل الداخلية الان اكتف بتكون مفتوحة لكن البوتاسيوم تشانيل البوابه بتكون مقفولة اثناء الاكتفشن بقى انا بفتح كل بوابات السوديوم بفتح كل بوابات السوديوم فالاكتف جيت هتبقى وكذلك الان اكتف جيت هتبقى اوبن لكن عند مقاب 35 الان اكتف جيت بتقفل لان انا قلتلك في الريبولي ريزيشن انا بقفل بعمل كلوجر للسوديوم التشانلز البوتاسيوم التشانلز بقى بتفتح بالروحة بالتزامن يعني بالتزامن مع غلق بوابات السوديوم يعني بوابات السوديوم بتقفل بقى بوابات البوتاسيوم بتكون ايه بتفتح دول سؤالين هم مفروض مش متحددين بس انا قل تكتبهم الاحتياط ومنعا لأي غدر أو حاجة ايه العوامل بتزود الاكسايتابلتي ايه العوامل بتأثر يعني تزود الاسارة بتاعت النيرف العوامل بتزود الاسارة بتاعت النيرف وايه العوامل بتقلل الاسارة بتاعت النيرف ممكن يجي سؤال نظر لواحد يقولك ايه فاكتور ديكريز نيرف اكسايتابلتي يعني العامل اللي بتأثر وتقل الاكسايتابالتي او ممكن يقول لك اللي بيقف في النارف او يعني اللي بيقف في الممبرين خلي بقى لك انت لو حافظت عامود هتعكسه يعني هنا مسلا الورمينج بيزود الاكسايتابالتي التسخين بيقول لك في الجيم روح وساخن عكسها الكولينج الكالوسوس بتزود عكسها الأسيدوس زود السوديوم انت لو زودت السوديوم هتزود الاكشن بتانشل فتزود الاكسايتابالتي وانا السوديوم والكالسيوم اعداء. فلو زودت السوديوم هي هي انك تقلي لالكالسيوم وانك تزود البوتاسيوم بره. ما اقولتلك Alaction Potential انا عايز السوديوم جوبة كتير والبوتاسيوم بره ايه كتير الكاتلكتروتونس اللهوالكاثود الكاثود بتزود لكن الان الكتروتونس اللهوالانود بقلى سؤال البروبيرتز مهم جدا. ايه خصائص التح horovar. قلنا انه بيحتاج بيحتاج مؤسر مناسب. وانه يعني بيانتشر في كل الاتجاهات وانه بيتتبع قانون قول ورنان له اللي هو لا تسير العصاب كلها لا ايه ما تصرش خالص وهو بيحصل بسبب الي هي تغيرات في الايونات الي هي لصوديوم والبتاسيوم وانه بيحتاج وقت ثابت طبعا الكل لو مش فاهمة يعملي زي بسيط كده هو لابس الايه البلط ومش فاهم حاجة من الاخر ايه لازمته انا اقولك حاجة عشان العضلة تنقبض انت مسلا هاي تشيل قلم فانت العضلة تنقبض وتشيله وترفعه عشان العضلة تنقبض لازم كهربا تصلها امر من المخي وصلاها يقول لها تتكهرابي الامر ده هو ده الكهربا اللي هتكهرب العضلة ده اسمها فالأكشن بوتينشل المهم بالكهربا اللي بتصل للعضلات تعام اخر حاجة بقى الاخشن بوتينشل بتاع الكاردياك مصل هو 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 بتاعه السالب 80 ميلي فولت طب اللي بيعمل خاصية النفازية الاختيارية والسوديوم بوتاسيوم بوم خلي بالك الديبولورزيشن دايما قلنا الاخشن بوتينشل كلمتين طب اي سبب الديبولورزيشن سوديوم انفلاكس دخول سوديوم طب اي سبب الديبولورزيشن حاجتين قفلت وزودت خروج الوتاسيوم هو هو الديبولورزيشن في مرحلة جديدة هي البلاتو وهي دي المرحلة اللي هيدخل فيها الكالسيوم ويحصل فيها فخلي بالك قالك عندنا دي من 20 للزيرو دي بيطلع فيها بوتاسيوم عادي زي اي لكن الفكرة ان في مرحلة بلاتو سبات عند السفر بتسبت عند السفر بص في الكرف هتلاقي سبت عند السفر زي اللي هي مرحلة رقم اتنين سبت عند السفر دي بيحصل بلانس ان البوتاسيوم بيخرج وسوديوم وكالسيوم بدخلوا اخر مرحلة بقى ان اي عادية من مرحلة ان البوتاسيوم بيطلع خلي بالك الارقام دي مهمة ممكن اجي بالك ام سي كيو مقارنة قارن بين النرف بتاعه كامل والاسكاليتا المسل والكارديا كامل فقرها مهمة وهكذا احفظ لي اخر سؤال مهم ومضمون خلي بالك هيجيه لك يقول لك ازاي انظم البادي ووتر قل له والله هم تلاتة عمليات اول حاجة تنظيم عصاب تنظيم من خلال الهرمونات وبعد كده اظهر يعني ميكانزمات تانية مش لازم يجي لك السؤال كله ممكن يجي لك بس اقولي قولي بس اوجه قبل كده فخلي بالك ممكن يجي لك هتقوله اول حاجة النيرفس ريجوليشن عندين حاجتين أوزمور سيبترس وبرو سيبترس الأزمور سيبترس من اسمها هتستفز ويحصلها ستيموليشن بالأزمولاريتي فقالك زيادة البلد أزمولاريتي كلما تزود البلد أزمولاريتي هتزود هرمون الانتي داوريتك هرمون الهرمون المضاد للدرر البول الهرمون المضاد لإخراج البول مش هيخرج بول فبالتالي الميا في جسمك هتزيد ولا هتقل هتزيد منه مشاخرك بول فالمية هتحتبس في جسمي يبقى خلي بالك أول حاجة الأزموريسبترز هتزود فيزود المية في الجسم تاني حاجة ودي من اسمها مسؤولة عن الضغط بتحس بضغط الدم قالك اللي بيحصل لها بتستصاري ازاي بتستفز ازاي قالك بالهايبوفوليميا هايبو يعني قليل يعني حجم إيميا يعني دم لما حجم الدم بيقل يعني بيحصل هايبوتنشان نخفاض في الضغط بيحصل ستيمولايشن طب إيه رينين أنجيوتنسن ساستم الرينين أنجيوتنسن ساستم دا بيزود طب الانجيوتنسن طب الانجيوتنسن دا بيعمل ايه بيزود المية في الجسم يعني خلي بالك الأزموريسبترز والباراليسبترز هتزود المية في الجسم انت كده خلصت ده السؤال مضمن وممكن يجي لك وممكن تشوفه أول سؤال في ورقة الامتحان سهل جدا وسهل تكتب طب ايه الهرمون الرجوليشن والله عندنا خمس هرمونات اربع بيزودوا المية في الجسم واحد بيقل طب نخلص من الواحد اللي بيقل الواحد اللي بيقل اسمه هو بروتين في اسمه هو موجود في الاتريم اللي هو الاوزين بتاع الالف سميته اتريل وهو بيرمي السوديوم في اليورين وخلي بالك السوديوم والمية صحوب لو رميت السوديوم المية هتمشي معها فانا ناتري يعني ناتريم يعني سوديوم يوريتك يعني يورين يعني برمي السوديوم في اليورين فالهرمون ده بيرمي السوديوم في اليورين في البول فبيرمي مع المية فبيقلل المية عشان كده قلت لك وظفته وبيزود السوديوم and water loss بيزود فقدان السوديوم والووتر طب ايه الهرمونات اللي بتزود المية والله من فوق بص احنا قلنا واحد الاده والانجيوتنس نكتبه ادي الاده والانجيوتنس وزود هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول وزود هرمون الالدوستيرون طب الهرمونات دي بتعمل ايه بتزود السوديوم and water retention بتزود احتباس السوديوم والووتر في الجسم فتزيد المية في الجسم طب ايه الاذر ميكانيزمس يا دكتور قالك زي مثلا الاحساس بالعطش انت لما تعطش دلوقتي هتشرب مية فبالتالي هتزود المية في جسمك هتزود المية طب السواتنج العرق انت لما بتعرق بقلل المية في الجسم طب الكدني الكليا انت لما بتعمل يورين بول بتقلل المية في الجسم مضمون جدا وممكن يجي لك ممكن يجي لك الهرمونة بس ممكن يجي لك الازر بس او ممكن يجي لك الايه السؤال كله وهو ده مضمون جدا فازاي حد يدخل امتحام من غيره لو في اي حاجة مش فاهمة انت ممكن تبعتلي على طول على الواطس ده رقم الواطس والشرح على اليوتيوب عشان انت لو شفت الفيديو على التليجرام او اي حاجة او البيدي اف مرفوع وكل حت هتلاقيه في الديسكريبشن وهتلاقيه في اول بالتوفيق اولاد اتمنى تشعروا البوست على جروب الدفعة بتاع الطب الزازي تشعروا وتبعتوا البعض عشان الكل يستفيد لدالة على الخير كفاعله وزي ما اعطوكم اي حد هينزل على جروب الدفعة ويفيد الناس ويعمل خير وياخد لي سكرين انه نزل على جروب الدفعة يبعتلي على رقم الواطس لمفاجآت حلوة جدا مني وانتظروا مفاجآت دكتور عمرو عبدالله السلام عليكم